اشتركوا في القناة مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نقاش على PGD راديو مرحبا بالمستمعين الكرام إلى هذا الموعد الأسبوعي الذي نلتقي فيه معكم لنطرح قضايا وأفكار للنقاش مع ضيوف البرنامج موضوع حلقة هذا الأسبوع يتعلق بالانشقاقات الحزبية الانشقاقات الحزبية تعد ظاهرة مواكبة للحياة الحزبية في المغرب وفي غيره من الدول ويكاد يكون سيمة رئيسية في الحياة الحزبية سوف نتوقف مع هذه الظاهرة مع ضيفنا لحلقة هذا الأسبوع دكتور خليد ييموت الأستاذ زائر بجامعة محمد الخامس والمحلل السياسي سيخليد مرحبا بك شكرا على قبول دعوة البرنامج سوف نطرح للنقاش كما قلت مع دكتور خليد ييموت ظاهرة الانشقاقات الحزبية من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع بياته الظاهرة ماذا نقصد بالانشقاقات الحزبية؟ هل هي ظاهرة ملازمة للأحزاب السياسية؟ من أنها مجرد تعبير صاخب عن اختلاف التقدير والرأي السياسي؟ ما المقصود قبل ذلك بالحزب السياسي؟ كيف يتم تشكيل الأحزاب السياسية؟ ما هي الظروف المشجعة على الانشقاقات الحزبية؟ وكيف تتشكل البيئة الحاضنة؟ لا، هل يمكن أن يصبح الانشقاق حلا؟ هل يمكن أن يستمر وهج الفكرة نفسها التي ينبني عليها أي حزب بعد الانشقاق؟ أم أن الانشقاق كابح للفكرة على حساب الشخصنا؟ من المستفيد من الانشقاقات الحزبية؟ ما هي تأثيرة هذه الانشقاقات على رسالة الأحزاب السياسية في المجتمع وفي الدولة؟ ما الفرق بين الانشقاق الحزبي والانقسام الحزبي والاستقطاب والتصدع؟ وما علاقة ذلك بالانقسام السياسي الذي يمكن أن يشهده مجتمع ما؟ دكتور خليد، نبدو في النقاش ديالنا حول هذه الظاهرة، ما هو المقصود بالحزب السياسي؟ الحزب السياسي من ناحية تاريخية هي ظاهرة أساساً ظهرت في القرن التاسع عشر في أوروبا والتي كانت نتيجة التحولات السوسيوسياسية شهدتها كثير من البلدان الأوروبية ويمكن أن نخص بالذكر كل من ألمانيا، فرنسا، والحد كبير، إيطاليا في الأول كانت الظاهرة أو كانت التعبير السياسي نتيج أساساً على ما كان سمي أنا ذلك باللجاة الانتخابية معنى أنه كانت على مستوى مناطق معينة مثلاً في فرنسا أو ألمانيا كانت التطور السياسي أدى إلى ظهور ظاهرة أساسية لإنتخابات فكانت بعض المناطق تشكل فيها لجان للانتخابات هذه اللجان للانتخابات تكون على أساس إما مناطقي أو فرضي شخصي معنى أن هناك مجموعة من الشخصيات إما ذات النفوط الاقتصادي أو تجاري أو غير ذلك تحوم حولها شخصيات أخرى فتشكل هذا اللجان عرفت هذا اللجان نوع من التوسع فلما تشكلت المجالس النيابية والبرلمانية ظهرت ظاهرة أخرى جديدة سميت بالفروق البرلمانية أنا ذلك والفروق الانتخابية أدى تحالف هذا الفروق وكذلك هذا اللجان إلى بروز الظاهرة الحزبية في القامة 19 وأصبح الحزب تكتل سياسي تطور بشكل مع الزمن إلا أنه لم كما نجد سواء في أدبية الفكر السياسي وفي علم السياسي لم يتطور الحزب كهيئة حقيقية إلا مع تقريبا مع بداية القالة 20 مع الحرب العالمية الأولى وقصة الثانية ظهرت الحزب كمكون أساسي من داخل نظام السياسي القائم في أوروبا إلا أن تكلموا أستاذ خليد إلا أن تكلموا على الجربة المغربية الجربة الحساب المغربية شنو فين يمكن توقفوا في تاريخ عند أول جربة حزبية الظاهرة الحزبية في المغرب ظهرت في الأول كما كان يسمع الفاسي بالزاوية كان في الأول هذا المصطلح كان مصطلح على الحزب السياسي في المغرب في الأول كان مصطلح على الزاوية لماذا؟ لأنه كانت أول نواد كانت في مدينة فاس وكانت مجموعة من الشخصيات ذات الخلفية الدينية تحاول أن تنتظيم في شكل سياسي ولكن من ناحية التاريخية يؤرخ للحزب السياسي في المغرب بسنة 1934 يعني فطرة الحماية نعم قبل الاستقلال فطرة الحماية كانت هذه المحاولة هي المحاولة التي يمكن أن نطلق عليها فعلا تكتل سياسي وحزب سياسي ومن بعد ذلك لأسف كما تلاحظ أنه نشقى عليها أنها حزبا حزب الحركة القومية بزمامة محمد بن الحسن الحسن الوزاني وكذلك الحزب الآخر الذي سيشكين بعد الحزب الوطني أو الذي سيسمى بعد ذلك حزب الاستقلال حاليا هذا هو المصار ولكن خاصية الحزب السياسي المغربي هو أنه كان أساسا حزب ضد الاستعمار الدافع الأساسي هو دافع تحرير التنظيم كان غرض من التنظيم أو إنشاء حزب سياسي وغرض التحرير وليس غرض آخر وإن كد تحول من بعد ذلك في الاستقلال إلى ما يمكن أن نقول أنه حزب عصري طبعا السياق الحماية يختلف كثيرا على السياق المبعدة الاستقل وأكيد المشاهد الحزبي عرف تغييرا في أسباب النشأة للأحزب السياسية كيف يمكن أن نقول للمستمعي الكرام كيف هو الفرق بين السباب التي خلت الحزب السياسية تنشأ قبل الاستقلال ومن بعد الاستقلال في مرحلة الحماية في مرحلة الاستعمار كان الأساس أساس تحريري بالدرجة الأولى وكانت الحزب السياسية أو كانت النواة الحزبية كانت دفع أساسي وتعبئة الشعب المغربي لنيل الدفاع عن وحدته وكذلك لنيل الاستقلال بينما في مرحلة الاستقلال كان أساسا بناء الدولة الوطنية العصرية الديمقراطية هذا هو كان الهدف الأساسي إذا ما نعود مثلا للكتابات الكبيرة سواء للفاسي مثلا أو كذا عبد الله إبراهيم مثلا صلاحيد وكذا الكتابات بن بركان مثلا صلاحيد محمد عزيز الحبابي وغيره من الذين أرخوا سواء للحكومة المغربية أو للأحزاب المغربية أنا ذاك فصلاحيد على أن الهاجس الكبير للأحزاب السياسية المغربية أنا ذاك كان هو بناء دولة عصرية وديمقراطية إذن إلى الملاحظة إسمحتي دكتور الملاحظة أن الدوافع ديالتأسيس دوافع النشأة يمكن كتختلف كما قلت في حساب السياقات ولكن في الجوهر هي مرتبطة بفكرة ديالتعبئة داخل المجتمع صحيح هذه المسألة تبقى دائما لأنه وسائل العصرية للدولة الحديثة هي تنظيمات الحزبية والأحزاب السياسية المغربية كغيرها من الأحزاب تقوم أساسا على التعبئة والتأطير والمشاركة الإيجابية هذا هو تلاتي دائما لصيق بأي حزب في أي سياق تاريخي وإن كانت سياق الحماية مثلا في المغرب لم يكن يسمح بالمشاركة داخل المؤسسات أو غير المؤسسات الآن هذه المسألة التعبئة فعلا هي مسألة مهمة كما قلت إلى مسألة التقطير ومشاركة الفعلية في السلطة بعجلة دكتور خليد العلاقة بين الحزب السياسي أو الحضور الحزب السياسي في الدستير المغربية كيف كان الحضور للحزب السياسي في الدستير؟ على الأقل في الدستير الأخيرة منذ 1962 كان الحضور الحزب أو الحزب السياسي في المغرب يمكننا أن نقول أنه حضور باهيت من المستوى الدستوري ولذلك يمكننا فعلا نقول أنه الفصل الوحيد الذي كان تتحدث أو الفصلين في الحقيقة الذي تتحدث عن الحزب في الأول يتحدث عن النظام السياسي في المغرب أو النظام الدستوري في المغرب يرفض نظام الحزب الواحيد وهو يتبنى التعددية ولكن لما تحدث عن الأحزاب عن ناحية الوظيفية وظيفة الأحزاب جعل منها هي والجمعية والنقبات تقريبا على قدم المساوات ولم يمنحها إلا اختصاصات تقنية وظيفية لا ترقى إلى منفهوم الحزب على المستوى المعروف عليها عالميا حتى على مستوى بداية القرن العشرين ولم يتم معالجة في الحق هذه القضية إلا في الدستور 2011 حيث لأول مرة تبنى الدستور منفهوم علم السياسي للأحزاب السياسي المغربية في الفصل السبعة عندما تحدثا على أنها وظيفة أطيرية ووظيفة المشاركة في السلطة السياسية لذلك عندما نعود مثلا إلى تعريفة العلم السياسي لتنظيمات السياسية وحتى في مدرسات القانون الدستوري الفرنسي فهي تعتبر الحزب تجمع ولكن في نفس الوقت تعتبره تجمع سياسي لممارسة السلطة لا يمكن فصل الحزب كتنظيم عن ممارسة السلطة السياسية وذلك في الفصل السابع من الدستور الحالي هو لأول مرة يتم الاعتراف حقيقة بالأحزاب السياسية كأحزاب انطلاقا من المفهوم الذي يتبنى علم السياسي كيف يظهر لك سيخاليد الدور بناء السندان الموارد في الدستور شنو الدور المطروح على الأحزاب السياسية المنطب بالأحزاب السياسية هي كما قلنا تجمعات سياسية هدفها من أخر يسمحني سيخاليد شنو موقعها في البناء الديمقراطي للدولة هو موقع جوهري ومركزي لماذا؟ لأنه إذا عدنا مرة أخرى إلى التعريف المتدول في علم السياسي الأحزاب السياسية المفهوم الحزب السياسي فإنه تنظيم سياسي تنظيم سياسي غرضه مشاركة في السلطة السياسية معنى آخر عندما نتحدث عن الحزب السياسي فإن نتحدث عن نوع من المؤسسات التي تسمى حاليا في علم اجتماع السياسي بالمؤسسات الوسيطة المؤسسات الوسيطة هي التي تشتغل مع المجتمع وفي نفس الوقت تشتغل مع المؤسسات الرسمية الدستورية معنى آخر أنها مؤسسات تقوم بأعمال لا تقوم بها المؤسسات الدستورية الرسمية ولكن في نفس الوقت تنتقل من قيمها بهذه الأعمال الوظيفية على مر السنة مثلا أو مر تاريخها إلى أن تؤثرها لممارسة في هذه المؤسسات نفسها بمعنى أنه حزب عندما نلاحظ مثلا حزب كيف كان نوعه يقوم بعمل التأطير وعمل الممارسة السياسية عمل التدقيف من ناحية الثقافة السياسية إلى غير ذلك حتى على مستوى تعبئة في قضايا سياسية كوبراء أو ضد طبع قانوني أو ضد طبع سياسي أو اجتماعي فإنه في نفس الوقت عندما يأتي إلى الانتخابات ويشارك في السلطة يتم نقل طبيعة التحرك وطبيعة الثقافة التي ينتشرها إلى المؤسسات بمعنى آخر سيخليد أي شيء يمكن يمس بالأحزاب السياسية فهو بالتبع يؤثر على البناء المؤسسات أيضا للدولة لموريس ديفرجي مقولة مهمة يقول فيها مضمونة مع احتفاظ كثير من كلماتها إذا أردت أن تعريف طبيعة نظام سياسي معين فانظر إلى أحزابه معنى أنه عندما يكون هناك نظام سياسي ديمقراطي تجد أن الأحزاب تستمتع بديمقراطية كبيرة جدا عندما تجد أن الأحزاب تعاني بشك كبير جدا فهذا يعني على أن النظام السياسي القائم هو في نفس الوقت يعاني يسجد هذا النوع وأنه على الأقل يسجد الأزمة التي تعيشها الأحزاب كيفما كانت هذه الأزمة أو طبيعتها فهناك التساق كبير في نظام الدولة الحديثة بين النظام الحزبي والنظام السياسي القائم لا يمكن الفصل عندما نلاحظ مثلا في التجارب نلاحظ في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا في ألمانيا في أستراليا في اليابان كوريا الجنوبية مثلا في الدول ذات طبيعة الديمقراطية فلا يمكن أن تفصيل النظام الحزبي عن النظام السياسي أي فصل سيؤدي فعلا إلى نوع من أقول من إخفاء الحقيقة ولكن من تمس حقيقة وجوهر نظام السياسي القائم بارتباطا بالما أشارت إليه بمعاناة الأحزاب السياسية هذا المعاناة الأحزاب السياسية طبعا يمكن تكون داخلية ويمكن تكون خارجية باش نجزوا مباشرة للموضوع الانشقق وهو يمكن واحد من التجليات الكبرى للمعاناة الأحزاب السياسية طبعا بالإضافة إلى العلاقة مع النظام السياسي شنو الانشقاق سيخالي شنو المفهوم للانشقاق الحزبي الانشقاق الحزبي هي أولا هي حالة حالة وليست حالة زمنية بمعنى هي هي نوع من الحالة التي يتم خلقها من ناحية المعنوية أساسا ومن ناحية الثقافية تانيا من ناحية التنظيمية تالتا وهذا هو تتويج بمعنى أن الحالة يمكن تجسدها بشكل تالي بدون ما نصعب على المستمعين الكرام هي أنها حالة 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 يتم فيها خلق تنظيم سياسي أو تنظيمات سياسية على على أسس تأمى تاريخية أو تنظيمية لتنظيم كان قائم الدات معنى آخر أنه عندما نلاحظ مثلا أن الانشققات سواء كانت تيارات مثلا في تجربة اليسارية في العالم العربي أو في تجربة أخرى سنلاحظ مثلا لأنه هناك تكون حزب له مرجعية معينة فتنشق منه ينشق منه حزب أو عدة أحزاب مع الاحتفاظ إلى حد كبير بنفس المرجعية عندما نلاحظ مثلا تجربة مثلا تجربة تركيا الحديثة وتجارب كثيرة في العالم سنلاحظ مثلا على أنه هناك نوع من الاحتفاظ بالنظام المرجعي ولكن يتم خلق حالة حالة الانشقاق كما قلت أساسا أنها معنوية لماذا؟ لأنه حالة الانشقاق هو حالة الارتباك وحالة التغير التي تشهدها حالة العلاقات التنظيمية الفرضية داخل التنظيم تتحول هذه الحالة المعنوية من حالة فرضية إلى حالة تقافية يتم فيها خلق نوع بين قوسة ما يسمى إما بالطيار أو بما يسمى وطرحات جديدة من داخل التنظيم أو جديد أو ما قد يسمى بجديد الإديولوجيا الأصلية ونغير ذلك وشي يمكن تحول إلى تنظيم جديد بالانشقاق بالما نتكلمه وسي خليد العوامل يمكن تكون بين قوسين الداخلي داخل الحزب السياسي وشي يمكن أنشي يكون الانشقاق هو واحد النوع دي الاستجابة العوامل الضغط من الخارج مثلا يمكن يكون حزب سياسي عنده تواجد مجتمعي كبير عنده محقق شرعية انتخابية ربما كبيرة يتواجد بشكل كبير في المجتمع ممكن تكون بعض الأطراف التي لا ترغبوا لبعض الأحزاب السياسية أنها تقوم بالدور المنوط بها وشي يمكن يكون الانشقاق هو كما قل استجابة لعوامل خارجية نعم فعلا هناك في المجمل إما تكون عوامل داخلية إما عوامل خارجية والظاهرة الحزبية فصلا في المغرب عاشت هذا النوع من كلا العاملين أو على الأقل كان العاملين وراء الانشقاقات التي عرفتها الظاهرة الحزبية في المغرب هناك دائما عوامل خارجية ناتجة عن رؤية الدولة لطبيعة الوظيفة السياسية للأحزاب فهذا العامل ظلا بشكل كبير جدا عانت منه أو تعاني منه التجربات السياسية الحزبية المغربية بشكل كبير حيث أنه كل ما كانت نوع من توسع المشاركة السياسية ومن توسع الحرية العامة ونوع من توسع بين قوصين هامش الديمقراطية في المغرب إلا وكانت نوع من التهديئة أو الهدوء من نسبة الأحزاب السياسية المغربية عندما يكون في حالة أزمة سياسية داخلية عن مستوى المغرب أساسا يمس من تقدم الديمقراطي ومن حرية العامة إلى غير ذلك إلا تزداد هذه الاختناقات الحزبية يعني حكي الاختناق الذي يشهده الجو العام السياسي على الأحزاب فتنمو هذا هذا العامل الخارجي يمكن يكون سبب الانشقاق الحزبية كيف يمكن مقاومته المقاومة المقاومة تكون دائما بالاستجابة إلى معنى الحزب المستوى الدولة الحادثة كتنظيم معاصر لأن هذا الانتصاق كذلك الحزب لا يلتصق فقط بالنظام السياسي المستوى الدولة الحادثة ولكن كذلك يلتصق بطبيعة الدولة الحادثة بمعنى آخر الحزب الدولة الحادثة هي دولة مؤسسات ودولة قوانين معنى آخر الأحزاب التي تعيش في ظل هذا النسق الجديد للمفهوم الدولة الذي ظهر من عهدته السيفليا تقريبا 1600 قريبا 48 فكذلك الأحزاب السياسية فإنها أساسا لا يمكن أن تدور حول فرد أو تقوم على أعراف يجب أن تقوم على مؤسسات قوية وعلى تنظيم قانوني العامل الخارجي العامل الخارجي العامل الخارجي كل مكان فعلا كل مكان تنظيمات تنظيمات الحزبية تنظيمات حية فيها تداول الديمقراطي في حرية الرأي والتعبير فيها مؤسسات قوية وفيها تستوعب التحولات التي تقعد أولا داخل سياق العامل للمجتمع وذلك تغييرات التي تتقع على طبيعة النظام السياسي وتحولاته وكذلك على مستوى طبيعة تغيير الجيال والنخاب التي تنتمي إلى هذا الحزب إلا وكي يكون الحزب دائما قادر على الاستمرارية بشكل كبير جدا وهناك فعلا أحزاب مغربية استطاعت رغم أنها ليست ديمقراطية بشكل كبير جدا ولكن استطاعت رغم بعض المحاولة تقاوم العوامل الخارجة وحتما نشهد الآن في هذا الشهور وانتفوت الفرصة على هذا العوامل إذن استخدام ندزل الآن لهذا العوامل الذي نسمى العوامل الداخلية المسببة في الانشقاقات الحزبية كان بعض دراسات أكاديمية في هذا الجانب كان دراسات تحددت على يمكن نسموها بعض الباحثين وبعض الأكاديميين بالمحددات في الانشقاق الحزبي ولعل أتذكروا يمكن دراسات اشتغلت على الحالة المصرية على الحزاب المصرية تبين خلال هذه الدراسة أن من بين المحددات المهمة والرئيسية كان جوجيا الأمور الأمر الأول مرتبط بالديمقراطية الداخلية والأمر الثاني مرتبط بالانسجام الفكري هذه الديمقراطية الداخلية والانسجام الفكري كيف اشتبلك أنها يمكن تكون عامل داخلي للانشقاق الحزبي كما قلت سابقا الانشقاق هو يجسد حالة من الانسداد على المستوى البنية الداخلية للحزب كما أنه شكل فيه نوع من التعسف ولكن غير للشرح كما أن الانقلاب العسكري يجسد نوع من الاختناق داخل النظام السياسي ولكن دائما في العمل المدني العمل المدني ليس طبيعة مسلحة لذلك يكون الانشقاق تصرف دائما في الصيغة المدنية ولكن تعبير عن حدة الأزمة التي يعاني الحزب كما يعبر الانقلاب عن حدة الأزمة التي يعانيها نظام سياسي كأي نظام سياسي في بنيته لذلك عندما تكون فعلا بنية تكون بنيات أي تنظيم بنية ديمقراطية وتداولية وفيها تجدد مستمر للنخاب فمقاومة العامل الخارجية مهم هناك عامل آخر هو أن الحزب السياسية كما في التنظيمات الغربية لا يتحدث فيه بشكل كبير هي تنظيمات كما قلت مدنية التنظيمات المدنية ليست تنظيمات ربحية معنى أن الحزب السياسي أو الشخص الذي ينتمي إلى الحزب أو الطيار الذي يستطيع أن ينتقل من حالة تقافية إلى تنظيم سياسي لا يتخ من ذلك اكتساب مادي بشكل كبير جدا وذلك نراحظ في النظام البريطاني حتى الآن هو أن البريطاني مثلا ليس له أتعاب تقريبا كثير من الدول التي بمعنى آخر إذا فهمت وفهمت المستمعي الكرم أن المناصب السياسية التي يوصولها النخاب الحزبية يمكن تكون الصراح حولها يمكن يكون عامل للإنشاء فعلا إذا كان هناك فعلا المناصب التي تحصل من تيازات إذا كان تصور سياسي لحزب معين أو لقيادة حزب معين أو لطيار قوي من داخل حزب معين يفهم على أن المجال السياسي هو مجال ربحي أو ممكن أن يكون دو طبع ربحي فإن فإن الشناء ليس الشناء فقط ولكن الصدام مع طبيعة الأصلية للحزب السياسي ووظيفة الحزب السياسي هنا تكون يكون الصدام داخلي بمعنى أنه هناك تحويل من طرف أعضاء الحزب تحويل لوظيفة الحزبية إلى وظيفة أخرى هي ذات عائد مادي والأحزاب كما قلت سواء كما ظهرت في الغرب منذ القرن 19 إلى الآن لا تستهدف هذا العامل وذلك لا نعرف في الغرب أن هناك شخصيات سياسية غنية أو ذات إمكانية مادية كبيرة لحد الآن منذ القرن 19 إلى الآن بينما في الحالة العربية ممكن أن نجد رؤس أحزاب مثلا بعد ذلك تحولوا إلى غير أغنية أو غير ذلك إذن هذه الصورة هي التي يجب أن نستحضرها استيخالي بقي عندنا بعض الأسئلة والوقت يشارف على النهاية هل الانشقاق يمكن أن يكون حلا لأزمة انسداد لأزمة صراحة حول المناصب لأي أزمة يمكن تكون داخل الأحزاب السياسية وإنشقاق يمكن يكون حل الحق هو بالنسبة نظريا تقريبا مجمل كتب علم السياسة أو منظر علم السياسة يعتبرون أنه ليس حلا بل هو نوع من الأزمة التي لم يوجد لها حل وذلك نقدرون أن نلاحظ في التجربة المغربية أن الانشقاقات التي كانت في التجربة هي أن الانشقاقات أدت في نهاية المطف إلى أن الذين انشقوا وقع لهم انشقاق من داخل الانشقاق نفسه بمعنى تولد انشقاق نعم معنى أنه من ناحية تجربية خبرة تاريخية أثبتت على أنه لم يكن حلا ويبدو أنه استندر التجربة التاريخية يبدو أن الفكرة من أجلها يمكن تكون بعض النخب الحزبية لجأت إلى الانشقاق والانسحاب تخفت مع بعد نلاحظ على أنه مثلا في التجربة المغربية كانت عندنا مثلا أحزاب مثلا كان عندنا حزب أحزاب معينة دفعت الاستقلال بعد ذلك جاء طيار معين في التجربة معينة كما قلت سابقا هو في التجربة اليسارية مثلا فنلاحظ على أن انشقات تولت من 1958 إلى عقب قريب تقريبا هذه السنوات قليلة فكانت تقريبا حوالي ممكن نحسب تل سبعة إلى ثمانية الانشقاقات في نفس الحزب أو في نفس الطيار هذا يعني على أنه الانشقاق ليس حلا عن مستوى الجريبة لم يحل المشكلة التي طرحت أول مرة وهي قضية الحرية والمؤسسات والالتزام بالديمقراطية الداخل للأحزاب لحد الآن نكرر نفس العملية إذا نصن هذا الجريبة والخبرة التاريخية من المستفيد أساسا ما الانشقاقات الحزبية في التجربة المغربية في التجربة المغربية للأسف على أنه عمليا إذا أردنا بالحساب الضيق أو بالحساب الأمني للسياسة فإن الدولة كانت هي الرابعة ولكن بالفهم العام أو المستوى النظري فإن كل أطرس الدولة والأحزاب والمجتمع كانت أهم الخاسرين في الانشقاقات الحزبية في المغرب فإنشقاقات الحزبية لا تمس النخبة الحزبية فقط ولكن ينحكس ذلك على صورة السياسة في الفكر السياسي الشعبي وكذلك يؤدي إلى نوع بين قوسين انشقاق المتقاف على المجال السياسي على الحقل السياسي وفصل بين حقلين متلازمين هو حقل معرفة والثقافة مع حقل السياسة هذا وقع للأسف في تاريخ المغرب حيث نلاحظ أن مفكر كبار في تيارات معينة وطيار كان سائد في السبعين وثمانينات وقع النزوح الذي يمكن أن نقول فعلا أنه انشقاق لعمال قف التقاف على المجال السياسي إذن إلى نفهم استخاليد يفهم أيضا المسمع الكرام أن موضوع انشقاقات الحزبية لا عاصمة منه إلا التمسك بالحياة الداخلية بديمقراطية الداخلية بمؤسسات الحزبية لكن استخاليد يبدو أنه في الجانب الآخر لا بد من معالجة الاختلالات التي تظهر بين الفينة والأخرى داخل الأحزاب السياسية ولا بد من محاصرة هذه الاختلالات صحيح دائما الرجوع إلى القوانين التنظيمية الداخلة للأحزاب وكذلك التمسك كما قلت بالأهداف أو بالوظائف الأصلية للحزب السياسي الحزب السياسي يختلف بشكل كبير جدا على الجمعيات أو سواء ذات نفع عام أو ذات طبيعة اقتصادية أو غير ذلك فالحزب السياسية هدفها تطير سياسي وبناء ثقافة سياسية جديدة ومشاركة في الحياة العامة وتوسيع المجال الديمقراطي وهذا هو الذي جعل الديمقراطية في الغرب تستطور بشكل ملفت وطبعا هذا سيخالدي سمحت للوقت يداهمون لابد من صيانة هذه الأحزاب السياسية ومعالجة تختلالتها حتى لا تتكرر تجارب تاريخية عاشتها الأحزاب السياسية مستمعين الكرام إلى هنا نأتي على ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم النقاش باسمكم أشكر دكتور خليد ييموت الأستاذ زائل العلوم سياسية بجامعة محمد الخامس أشكر أيضا باسمكم الأخوين إبراهيم مساعد ومصطفاء تعليف هندسة الصوت والإخراج إلى الحلقة المقبلة وموضوع آخر لنقاش السلام عليكم ورحمة الله